معلومات هامة عن كلب الدئب تشيكو سلوفاكي سلام الله عليكم ومرحبا بمشاهد قناة عالم العجائب الدئب تشيكو سلوفاكي هو نوع غير عادي للغاية من الكلاب التي لها مظهر الدئب وشخصية جندي حقيقي يخدم بإخلاص سيده بحكم صفاته يعد الدئب حيوانا شديدا خطورة له مظهر مشرق للغاية هذا لا يعني أن هذا الصنف شائع للغاية خارج أراضيها الأصلية ومع ذلك فإن الدئابة تشيكو سلوفاكية لديها جماهيرها الموالية أين وكيف جاءت هذه السلالة؟ أول مربي نجح في الحصول على فضلات من دئب وكلب كان كارل هارتس بفضل تجربته غير العادية تمكن هذا المتحمس من إثبات أنه يمكن أن يولد هذا الهجين بغض النظر عن هوية الأم والأب في زواج مختلط بالإضافة إلى ذلك كان كارل هارتس أول شخص لم يكن لديه أي غرض بعد العبور للحصول على مقاتلين كلاب مناسبين لخدمة أو أداء مهام معينة كان الغرض الوحيد من هذا المربي هو جلب سلالة مشرقة وجميلة مع مجموعة من الصفات المعينة قد قام بإنتاج سلالة جديدة من كلاب الراعي الشيبرد بتهجينها مع سلالة الدئاب تدعى بالكارباثيان ونتج عند هذا الهجين سلالة الوورف جديدة وكان ذلك في عام 1955 وكانت هذه السلالة من الكلاب تحمل صفات الأب والأم وظل هذا التهجين مستمرا إلى أن تم الاعتراف دوليا بهذه السلالة من الكلاب من الجمعيات الدولية للكلاب في عام 1985 المظهر العام لهذه السلالة إن كل من بنيتي وشعر كلب الدئب تشيكو سلوفاكي يذكرنا بالدئب حيث يصل ارتفاع الدكر إلى 65 سنتيمتر بالنسبة للذكور و60 سنتيمتر للإنات ويبلغ وزن الدكر 26 كيلو جرام والإنات يبلغ 60 كيلو جرام وللعيون غالر ما تكون براقة وأذن الكلب تكون مثلثة وقصيرة تشبه أذن الدئب وهذه من أدرد علامات هذه النوع من الكلاب ويكون العمود الفقري مستقيم وقوي في الحركة وتكون الخاسرة قصيرة وتكون منطقة الصدر واسعة ويكون الجزء الخلفي لهذا الكلب قصير ومنحدير ولون شعر الكلب الدئب تشيكو سلوفاكي يكون لونه أصفر رمادي أو فدير رمادي ويكون الشعر في الوجه خفيف نسبيا وتكون حركة هذا النوع من الكلب متناغمة ويسير لخطوات بعيدة قصائص كلاب الدئب تشيكو سلوفاكي إن أكثر ما يميز كلاب الولف أنها تجمع بين صفات الدئاب الضارية ودكاء الكلاب ووفائها فهي حيوانات حيوية ورشيطة دائمة التجول واللعب شجاعة قادرة على التحمل وسريعة التعلم يمكن تدريبها بسرعة وهي تمتاز بولائها التام لصاحبها وانصياعها التام لأوامره الموجهة إليها كما أنها سريعة للانفعال لكنها لا تهاجم دون وجود سبب يستدعي ذلك وهي دائمة له ومحبة جدا للعب مع الأطفال بالنسبة لمزاج الكلب كلب الدئب تشيكو سلوفاكي يعتبر سريع وله حيوية ونشاط وشجاعة لكن هذه النوعية من الكلاب خجول بخلاف نوع كلب الدئب سارلوس وهذا خطأ كبير في إعلان أهمية هذا الكلب والكلب الدئب تشيكو سلوفاكي يعتبر له قدرة عالية على تطوير العلاقات ليست فقط مع أصحابها لكن مع أفراد الأسرة جميعا ويمكنها أن تعيش مع الحيوانات المنزلية الأخرى لكن عند تربية للجراء لا يجب تركها منعزلة في غرفة وحدها وهذا له تأثير على نفسية الكلب زوج كلب الدئب تشيكو سلوفاكي يتميز مزاجها باللعوب جدا والمزاجي ويتعلم بسهولة ومع ذلك لا تتدرب من تلقاء نفسها وأحيانا ما تكون سلوكها غير هادفة وهذا ما يتسبب بالفشل لهذا يلزم تدريبها ولها طرق بالتواصل مع أسيادها إما عن طريق النباح أو الهمهمة وغيرها وتعليم هذه الأنواع من الكلاب يستغرق وقتا أطول بخلاف باقي الأنواع من الكلاب ولقد سخدمت من قبل عمليات البحث والإنقال كنت تفكر في جلب وتربية كلب الدئب تشيكو سلوفاكي يجب أن تعرف ذلك ليس كل الأجناس تصحق الجميع نظرا لأن لديهم شخصيات مختلفة ومسويات طاقة وغرائز أكثر وأقل تمكينا لذلك يحتاج كلب الدئب تشيكو سلوفاكي إلى مالك دي خبرة يعرف كيف يسيطر عليه سرارات مثل كلب الدئب تشيكو سلوفاكي يحتاج إلى مالك يعرف كيف يتوضع نفسه كقائد ويكون منضبط احترس هذا لا يعني أنه يجب أن تكون عنيفا أو عدوانيا مع كلبك حتى يطيع فقط كن حازما في التدريب وإذا لم تكن كذلك فإن هذه الكلاف في نهاية المطاف سوف تتجاهلك إذا كنت لا تضع نفسك كقائد وهذا ما تريد تجنبه بالطبع وأيضا هذا الكلب يميل إلى اختيار أحد أفراد الأسرة كزعيم وقائد وإن اختارك سوف يكون لديك صديق عظيم مخلص وذكي وسهل التدريب ولتحقيق ذلك استخدم دائما التعزيز الإيجابي ولكن كن ثابتا ومتسقا في كل ما تدرسه وإن كان كلبك غير سعيد فسوف يصبح التدريب معقدا للغاية إذا وجب عليك أن تعطيه الحب والتمارين اليومية التي يحتاجها لكي لا يصبح كلبك قرقا وحزينا مما يجعل تعليمه صعبا وستكون تأثيره السلبي على سلوكه ممارسة الرياضة البدنية والتنشئة الاجتماعية جانبان أساسيان في حياة أي كلب ولكن أكثر من ذلك بالنسبة للكلب الدئب تشيكو سلوفاكي يتطلبوا كل الأمرين وقتا وجهدا لكن هناك ميزة واضحة هذه السلالة تولد وهي نشطة جدا وفضولية لذلك لن يكون المشي البسيط كافيا سيستعين عليك الخروج عدة مرات في اليوم وليس فقط المشي لكن أيضا اللعب والجاري بالإضافة إلى ذلك قد يكون من الجيد لك القيام بتمرين بدني إضافي لممارسة بعض الألعاب الرياضية سواء للكلاب أو معك المشي الركض أو ركوب الدراجات باع في اعتبارك أنه إن كنت تعيش في بيئة حضرية للغاية فيجب أن لا يكون لديك كلب له هذه الخصائص يحتاج الدئبة تشيكي إلى القيام بكل هذا التمرين بحرية في بيئة آمنة وأكثر ريفية المشي في الشوارع المدينة ليس كافيا وسيغطي عليه أما التنشئة الاجتماعية بعد شهرين وعندما يكون لديك كل اللقاحات يجب أن تبدأ التفاعل مع الأشخاص والحيوانات الأخرى ولكن كن حذرا يجب عليك اختيارهم جيدا فكلاب الدئبة تشيكو سلوفاكية لا تقبل أي شخص يمكن أن تكون مشبوهة قليلا كلما بدأت في إظهار التنشئة الاجتماعية كشيء إيجابي سيكون من الأسهل كبح تلك الغريزة لحماية الدات هذه الكلاب هم أذكياء للغاية فضوليين ولديهم ذاكرة كبيرة لذلك لديك القدرة على التعلم ولكن إن كانت دورات تدريبية طويلة جدا أو متكررة فإنها تميل إلى الشعور بالملل وتفقد الاهتمام من الأفضل أن تفعل جلسات قصيرة وتقديم تحديات جديدة كما تعلم الأوامر بالطبع سوف تضطر في من وقت لآخر إلى مراجعة الطلبات التي تعلمتها منذ فترة طويلة حتى لا تنساها ولكن لا تتركها لفترات طويلة هذا الكلب يجب أن تشعر بالفضول المستمر لذلك عليك أن تقدم ألعابا ومحفزات جديدة وإلى هنا نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا اليوم وإن نراكم في حلقة جديدة لا يسعوني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة ثمثم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة